بعد المنديبولار نيرف من الكنتينس أوف زة انفرا تيمبرال ريجون هنجد في نيرف تاني اسمه المجزيلي نيرف المجزيلي نيرف واحد من أربع نيرف اسقادة في الانفرا تيمبرال ريجون طيب احنا هنرسم مع بعض النورمالاتراليز ومن خلالها نتعرض للكنتينس أوف زة انفرا تيمبرال ريجون فكين النورمالاتراليز بدأناها بحرف سي ورقم 3 والأربط في صور الدائرة صغيرة وراء الجزء الأعلى من رقم 3 ثم حرف U المكزيلة ثم المستويد بروسس فالأكسترنال أودوتروميتس فها الستيلود بروسس الماندبول هيتحشر بين مكزيلة وستيلود بروسس هذا كان منظر سريع للنورمالاتراليز أما عن المكزيلة رينيرف كسيرفس أناتومي قاعد فيه جاء المكزيلة رينيرف في هذه المنطقة بالضبط وسيحصله إلى جزء من الكارينيالجهافتي 4 من 3 بقطة وتراجئ santواق الكورس بتاعنا نقسم من ثلاثة أجزاء جزء في الكرينيا الكافيتي الجزء الأخر في الإنفرا تيمبرال ريجون أو فصة والجزء الأخر في التريجو بلطين فصة ومنها على الإنفرا أربطال كنال الاند بتاعه بعد ما يطلع من الإنفرا أربطال كنال هي ترمينيت ثلاثة طيب تعالوا نشوف الكورس بتاعنا بتاع النيرف ماشي ازاي هنرسم الأرضية اللي هنتحرك فيها النيرف من بدايته حتى نهايته في الكرينيا الكافيتي كان فيه فينس سينس كبير وفينس سينس ده مصطلح معناه فينس تشانل خاصة بالسيركوليشن داخل الكرينيا الكافيتي هذه الفينس تشانل اللي كان اسمها كافيرنس سينس أو الجيب الوريدي المتكهف كان قدام منه فورمين اسمه فورمين روتاندم هو مدخل هيوصل إلى ميدل كرينيا الفصة اللي كان فيه الكافيرنس سينس بالتريجو بلطين فصة تحت الفورمين روتاندم كان فيه لاترال تريجويد بليت وكان قدام منها المجزلة وهذا الركن اللي هو برامد الانشيب هو كان التريجو بلطين فصة فوق المجزلة هنجد فيه عند الأوربت الانفرا أربطال كنال ثم الانفرا أربطال فرامن دي هي توبورافيا الأرضية اللي هيمشي فيها المجزيلري نيرف السكند برانش من التراجيمنال نيرف اللي هو الفيفسكرينيال نيرف تراجيمنال نيرف جاي عندي من الميدل كرينيال فوس تراجيمنال نيرف عملي ديلاتيشن في المنطقة دي اللارجيمينت بيسموه تراجيمنال جانجلون خرج منها المجزيلري نيرف المجزيلري نيرف واحد من اربعة نيرف سماشيين في الـ lateral wall of the cavernus sinus هنا نيرف دخل جوه فين كالـ most infidor structure اللي قاعد أو embedded فيه lateral wall of the cavernus sinus هيغادر الـ cavernus sinus يعني هيغادر من فينسة شانل اللي عجواها هيبتدي يدخل فيه الفورام من روتاندم الفورام من روتاندم ده البوابة بتاعة الخروج للمجزلة رينيرف من الميدل كرينيا الفصة إلى الفصة التانية اللي اسمها تريجو بلتين فصة هيغادرها على التريجو بلتين فصة ومن التريجو بلتين فصة هيمش مشوار صغير ويطلع منه على مجموعة الـ infra orbital structure الفشر فالجروف فالكنال فالفورامين ده كان الكورس بتاعة من بتاع المجزلة رينيرف المجزلة رينيرف هو ماشي هذا المصار بيديني عدد من البرانشيز ما ننساش ان المجزلة رينيرف ده بيور سنسوري نيرف فالبرانشيز بتاعته كلها رايحة بتأدي إلى سنسوري نيرفشن للـ structures اللي ريليتد طيب ده الكابيرنات ساينس نعيد ثاني lateral tricot plate الفورام روتنطم ثم ده التريجو بلتين فصة هتبقى هنا ده عدمة المجزلة وفوق منها الـ infra orbital structure ادي الـ infra orbital فشر ده الـ orbit ثم هنا الجروف فالكنال فائل فرامل المجزلة للنيرف جاي من وراء واحمل branch of the trigeminal nerve مش المسهر بتاعه في الكابيرنات ساينس الفورامل روتنطم في التريجو بلتين فصة الـ infra orbital structure اول نيرف طالع منه sensory nerve هو نيرف رايح يغزي المنينجيس of the middle crinine الفصة هيسموه meningial branch meningial branch ده sensory nerve خارج رايح للديور مطر اللي في المدر الكرين الفصة البرانشين التانيين هم ganglionic branches روتس رايحين لganglion قاعدة في التريجو او لسفينو بلتين فصة واسماه سفينو بلتين جانجلون بيدينا بلتين جانجلون روتس رايحة لسفينو بلتين ثم ثلاثة نيرفوس رايحين للمجزلة هيسموه المجزلة هتكون كلها على بعضها السوبيريور الفولار مارجين فالثلاثة نيرفوس هما السوبيريور الفولار نيرفوس واحد من وراء اسمه بوستيريور سوبيريور الفولار هيتفرع على ثلاثة branches لل last three molar teeth اسمه بوستيريور سوبيريور الفولار نيرف التاني اسمه middle سوبيريور هتفرع على اثنين اللي هم التالت اسمه anterior superior هتفرع على ثلاثة هيغزل central incisor واللateral incisor من الملاحظ سنجد نربط تيريور كان خرج من المجزيلي نيرف وهو في التريجوبالاتين فصة اما ال middle superior كان خرج من المجزيلي نيرف وهو بداخل الفشر اما ال anterior superior alveolar كان خرج من المجزيلي نيرف وهو في داخل الكنال اخيرا ال 3 terminal branches اللي هيخرجهم من المجزيلي نيرف لما بالبيبرال برانش ونيزل برانش بالبيبرال برانش هتغزي lower eyelid والنيزل برانش هتغزي lateral side of the nose اللي هو الجزء اللي بريد عن الجزء الامامي الجزء الامامي كان افسلمك اما الجزء الجانبي من النوز او side of the nose كان عن طريق نيزل نيرف او نيزل برانش اوف زي مجزيلي نيرف اما النيرف الثالثة اللي هو اللي بيال نيرف كان هيغزي الابرد لب بالشكل ده كان الدستربيوشن او برانش هتغزي من المجزيلي نيرف اخيرا اخر واحد كان طالع من المجزيلي نيرف وهو بداخل الفيشر واسمه وزايغوماتيك نيرف زيغوماتيك نيرف زيغوماتيك نيرف بيامشي في الفرعان في كانال خاصة بيه يتفرع الفرعان اثنين زيغوماتيك و تمبرل وزايغوماتيك و اوفيشيال لنا شكرا